تتضارب المواقف وتتباين بشأن محادثات فيينا النووية بين الدول المعنية والمشاركين وفي أحدثها تحافظ روسيا على تفاؤلها وأقال منتوبها لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخايل أوليانوف إنه لا يزال بالإمكان الوصول لاتفاق قبل الـ 21 من الشهر الجاري ووصف المسؤول الروسي الوصول إلى اتفاق بالأمر الصعب لكنه ليس مستحيلا وقال إن التشكيك في إمكانية الاتفاق قبل نهاية الشهر استنتاج متسرع فرنسا بدورها متفائلة لكن بحذر إذ أعلنت وزارة الخارجية أن محادثات فيينا تشهد بعض التقدم الأولي وشددت على ضرورة تجاوز العقبات خلال المفاوضات في غضون المواعيد النهائية الضيقة في إيران موقفان متضربان الأول نقلته وسائل أعلام إيرانية عن مسؤول في وزارة الخارجية يتحدث عن الوصول إلى مرحلة التفاوض على النصوص لافتا في الوقت نفسه إلى وجود قضايا غير محلولة أما الموقف الثاني فانقلته وسائل إعلام إيرانية أخرى وتحدث عن وصول محادثات فيينا إلى طريق مسدود بعد رفض واشنطن رفع العقوبات عن خمسمائة اسم وكيان في المقابل تحافظ الولايات المتحدة على موقفها بشأن استمرار وجود هوة لا تزال واسعة بين واشنطن وتهران وتتمسك واشنطن بقاعدة أنها لن تقدم إعفاءات لإيران بشأن العقوبات المتعلقة بالإرهاب